جددت واشنطن والرياض تاكيد دعمهما لشرعية الرئيس هادي أتى هذا التاكيد بعد تعديلات تمت في رأس السلطة المحلية لعاصمة المواقة أفضل بتعين المفلح محافظا لعدن بديلا عن عيد الروس الزبيدي فالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أكد في لقاء جماعه بالرئيس هادي استمرار دعم السعودية للحكومة الشرعية بكل ما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن اللقاء الثنائي بين هادي وسلمان اعتبره دبلوماسيون لقاء نوعيا فقد أتى بعد أزمة أمنية تشهدها عدن وتزامن اجتماع هادي بالعاهل السعودي مع لقاء آخر جمع محافظة عدن الجديد بالسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولير خصص وفق وكالة أنباء الشرعية سبا لمناقشة الأوضاع الأخيرة في عدن السفير الأمريكي أكد للمحافظة الجديد دعم واشنطن لتوجهات الشرعية وحرصها على التعاون المشترك فيما يتعلق بالتنمية ومحاربة الإرهاب واعتزام سفارة واشنطن فتح مكتب لها بعدا خلال الأيام القادمة بحسب دبلوماسيين فإن الإعلان عن عودة النشاط الرسمي لسفارة الأمريكية من عدن يشير إلى توجه عملي لواشنطن لدعم التغييرات الأخيرة للشرعية كما أن اللقاءين السعودي والأمريكي بشرعية وانعقادهما في المملكة السعودية بالإضافة إلى التوقيت الآتي بعد التغييرات السياسية الأخيرة يدلل في نظر محللين على تقارب أمريكي سعودي يحمل روية مشتركة فيما يتعلق باليمن وشرعيتها اشتركوا في القناة